ينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الأمني والإستراتيجي معا الجبولي سيد معا أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. إذن مسلسل الإغتيالات والجرائم في ميسان مؤخرا. ما بين الطابع الجنائي وما بين الغيات السياسية حسب وجهة نظرك. كيف تنظر إلى هذه القضية؟ طيب يومك سيد جينا والسادة المشاهدين. واضح أن الإجراءات الأخيرة المتبعة أتت أكلها وحققت نتائج في الوصول إلى صيد ثمين من هؤلاء المجرمين. معظم هذه العمليات الإغتيالات والتصفيات السيدتي. ذات بعد سياسي وإجرامي إرهابي. ليس جنائي بامتياز. كون أن منطقة هذه المنطقات فيها مداخل حدودية مع إيران تنشط فيها كثير من المافيات والعصابات والسلاح المنفلت. بسبب تهريب المخدرات. تهريب الأسلحة. تهريب البضائع. وهذه كلها عندما يكون هناك موقف صارم. سواء من القوات الأمنية أو من القضاء العراقي. حتماً تستفز هذه العصابات والمافيات. تحاول أن ترسل رسائل إلى مؤسسة الدولة. إلى المؤسسات الحكومية. باغتيالاتهم. وبتهديدهم. وبتصفيتهم جسدياً. من أجل أن تحافظ على انتيازاتها. هنا تكون المشكلة. سيد معنا. أعتذر على المقاطعة. بالفعل هو خلال الأمن الأخيرة. وخلال العملية التي أمر بها الكاظمي لفرض الأمن والقانون في ميسان. تم القبض على عدد من المتهمين بالأحداث. أحداث الإغتيالات والقتل والجرائم الأخيرة في ميسان. ولكن لم يتم الكشف عن الجهات الداعمة. ممن هؤلاء يتلقون الأوامر؟ بصراحة وللأسف هناك غطاء سياسي لمعظم هذه القوى. لا يمكن لعصابة صغيرة مؤلفة من بضعة أفراد أن تتحدى دولة بهذه الإمكانيات. وتتحدى المؤسسة الأمنية بكل إمكانياتها. هناك بعد سياسي. هناك بعد عشائري لهذه الميليشيات. لهذه العصابات. لهذا السلاح المنفلت الذي يهدد. الإجراءات. لا ننسى سيدتي الفاضلة. إنها كانت في حدود أيام قليلة. وهناك تركة ثقيلة منذ عقدين من الزمن. تقريبا بهذه الإشكالية في هذه المناطق. ليس ميسان وحدها طبعا. نتحدث عن معظم المنافذ الحدودية. وتحديدا الأكثر خطرا هي بين العراق وإيران. كما هو واضح. ولكن حملات كثيرة أمنية لتطهير الحدود. وحصر السلاح بيد الدولة. وفرض القانون. هل تعتقد أتت ثمارها في هذه المناطق الجنوبية؟ في الماضي حقيقة كانت متعثرة. حتى الآن الخطوة الأخيرة التي اتخذها السيد الكاظمي بصراحة. هي عملية التوحيد القوات في ميسان. أي قيادة عمليات ميسان. هذا يعني السيطرة على جميع القوات ضمن هذه القيادة. لأن قبل هذا الإعلان كان هناك تعدد القرارات. وهذه مشكلة أيضا. سيدة الفاضلة ويعلم المشاهد الكريم. عندما تتعدد القيادات ومصادر القرار تتنوع. وكل يحاول أن ينأى بنفسه. أن يسيطر على بقعة جغرافية. وينأى بنفسه عن الإشكاليات. هذه إشكالية كبيرة كانت حقيقة متبعة. الآن هناك تغيير في التكتيك المتبع بما يتناسب. والوصول إلى الهدف من خلال قيادة العمليات المركزية التي توحد هذه القوى بغرفة عمليات مشتركة. بالتالي هنا تعطي زخما إلى القوات الأمنية والمعلومة الاستخباراتية في أن تصل إلى هؤلاء. في الماضي كان هناك حذر. نحن نعلم حتى الأجهزة الأمنية في هذه المناطق. هي من نفس العشائر ومن نفس المكونات ومن نفس سكان هذه المنطقة. لذلك كانت هناك خوف. كان هناك محابات. كان هناك قلق من أن تتحول هذه العمليات إلى حرب عشائرية وحرب أهلية. الآن بصدور هذا القرار حقيقة قيادة العمليات يجب أن تكون مركزية في معالجة هذه الأزمات. سيد معا ما الذي يضمن للمواطن ويضمئنه كي يتعاون مع قوات الأمن العراقية للحصول على المعلومة الاستخبارية. طبعا. وكيف تقيم دور العشائر في هذه الفترة؟ حقيقة العشائر هنا تتحمل مسؤولية كاملة. يعني العشائر تمتلك سلاح منفلت. سيدتي وهذه واحدة من الإشكاليات. يعني السلاح المنفلت وأن كان لدى الميليشيا أو داعش أو العشيرة هو سلاح خارج سيطرة الدولة. حتى أن بعض الإشكالات حقيقة. بعض المعارك التي تحدث خصوصا في الفرات الأوسط وفي الجنوب تتم بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة بين العشائر. وهذه تعتبر كارثة تهدد السلم المجتمعي. أي المواطن يبقى في خلق قوة القانون. هنا أن تكون الدولة حقيقة أكثر صرامة وأكثر تحديا. وأن تحاسب المقصر مهما كان بعده الاجتماعي بعده السياسي بعده العشائري يحاسب ويعلن على الملأ ويحال إلى القضاء ويأخذ جزاؤه. هذه تعطي رسالة إطمئنان بأن الأجهزة الأمنية والحكومة تفرض نفوذها وتفرض سيطرتها على الشارع على السلاح المنفلت على هذه المافيات المنفلتة. بالتالي ضبط الإيقاع الأمني مهم جدا. لا يمكن أن تستمر الحياة بدون أن يكون هناك إيقاع أمني من ضبط. نمتنى كثيرا على حضورك معنا مباسرة من بغداد الخبير الأمني والإستراتيجي معا الجبوري. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا.